ساندي، العاصفة الاستوائية التي بدأت قبل أيام اكتسبت مزيداً من القوة وتحولت إلى إعصار السواحل الجمايكية بدأت تتأثر من قوة ساندي أمطار غزيرة ورياح قوية اجداحت العاصمة كينغستن مما دفع السلطات إلى تحذير السكان من مغبة الخروج من منازلهم في عدد من المدن وتعطلت المسيرة التعليمية والأعمال وألغيت الرحلات الجوية فيما أغلق المطار الدولي في العاصمة كما نقل سكان المناطق المعرضة للفيضان إلى الملاجئ لدينا بطانيات ومساعدات عديدة كما نقدم الثياب للذين تبللوا تحت الأمطار هيئات الأرصاد الجوية حذرت من أن العاصفة الاستوائية ربما تتجه إلى هايتي وجنوب ولاية فلوريدا الأمريكية لكنها لا تشكل تهديدا كما صدر تحذير لسكان جامايكا وكوبا من عواقب أمطار غزيرة ورياح قوية سيشهدها البلدان خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة ومن المتوقع أن يصل منسوب مياه الأمطار إلى ارتفاع خمسة وعشرين سنتيمترا برغم أن مراكز الأرصاد الجوية تتوقع أن يكون ساندي إعصارا ضعيفا من الفئة الأولى إلا أن الآلاف في جامايكا سيضطرون إلى البقاء في منازلهم تخوفا من أن يخلف ساندي دمارا ككل الأعصير التي تضرب البلاد ترجمة نانسي قنقر